يحفل التاريخ باعتداءات كثيرة من القصف الصهيوني للأراضي العربية السورية وربما يكون إطلاق عشرات الصواريخ فجر الخميس على القسم المحتل من هضبة الجولان السورية ليس الأولى ولن يكون الأخير جيش الاحتلال لم ينفي استهداف غاراته عشرات الأهداف السورية فقد صعد كيان الاحتلال منذ عام 2017 الضربات على دمشق الغارقة في الحرب على مواقع يقول الاحتلال بأن حزب الله وإيران حليفي النظام السوري يسيطران عليها ففي الثلاثين من كانون الثاني من العام 2013 قصف طيران الاحتلال موقعاً لصواريخ أرض جو قرب دمشق ومجمعاً عسكرياً أما في الثالث والخامس من أيار في عام 2013 فنفذ الاحتلال غارتين قرب دمشق استهدفتا مركز الأبحاث العلمية في جمرايا بالإضافة إلى مستودع للذخيرة وبطارية للدفاع الجوي وتصعدت وتيرة الاعتداء على سوريا ما بين عامي 2014 و2016 ففي السابع من كانون الأول للعام 2014 اتهمت سوريا كيان الاحتلال بشن غارتين على مواقع قرب دمشق وفي السابع من كانون الأول من عام 2016 أطلق الاحتلال عدة صواريخ على المنطقة المحيطة بقاعدة المزة العسكرية والتي تضم مقر المخابرات الجوية وتعرض المطار لضربة ثانية في الثالث عشر من كانون الثاني العام الماضي في السابع عشر من آذار عام 2017 أعلن الاحتلال أنه استهدف أسلحة متطورة قال أنها كانت في طريقها لحزب الله قرب تدمر في وسط سوريا كذلك نفذ الاحتلال في السابع والعشرين من شهر نيسان والثاني والعشرين من شهر أيلول اعتداء آخر حيث أطلق صواريخ على موقع عسكري قرب مطار دمشق مسلسل الاعتداء ما زال مستمرا ففي السابع عشر من أيلول شن الاحتلال غارات جوية أسفرت عن مقتل اثنين في موقع عسكري غرب سوريا كما استهدف الاحتلال في الثاني من كانون الأول من ذات العام بطارية صواريخ شرق دمشق ردا على إطلاق صاروخ سوري استهدف طائرات تجسس تابعة للاحتلال فوق لبنان هذا العام قد يكون الأكثر استهدافا لمواقع سورية حيث شهدت ليلة الثامن والتاسع من كانون الثاني عدة غارات جوية وإطلاق صواريخ قرب دمشق على مستودعات أسلحة للجيش السوري شهر نيسان من العام الجاري وبحماية ورعاية أمريكية نفذ الاحتلال عدة هجمات على مواقع سورية في التاسع والسادس والعشرين والتاسع والعشرين ضد قواعد عسكرية